توافق مجلس بلدية الجنوبية في جلسته الاعتيادية اليوم على عدد من المقترحات التي تقدمت بها لجان المجلس هذه المقترحات تمحورت حول استملاك عدد من البيوت المهجورة وتعديل قانون مقاهي التبغ ونقلها إلى مكان آخر تفاصيل الجلسة تنقلها لنا الزميلة خولة لجرينيس توافق عضاء مجلس بلدية الجنوبية في جلسته الاعتيادية التي عقدت صباح اليوم على استملاك عدد من المنازل المهجورة في المحافظة الجنوبية وتحويلها إلى مشاريع عامة وإسكانية تخدم أهالي المنطقة وذلك بهدف القضاء على ظاهرة إساءة استخدامها حالياً الكل يعاني ونحن نعاني كمجلس بلدية من وجود الكثير من المنازل المهجورة التي تسبب مشاكل أخلاقية وبيئية بهذه الأحياء السكنية فكان المقترح أن يتم استملاك هذه المنازل لإعادة بنائها وتوزيعها على أصحاب الطلبات الإسكانية القديمة فمثلاً عندنا منطقة مدينة عيسى منازل كثيرة مهجورة أصحابها تاركينها ما يستخدمونها فإذا تم استملاكها من قبل وزارة الإسكان وإعادة بنائها وتوزيعها على أصحاب الطلبات القديمة يكون شيء جيد نتخلص من المشكلة ونوقع منازل لأصحاب الطلبات كما بحث الأعضاء فكرة نقل المقاهي الشعبية إلى أحد الأراضي بالقرب من منطقة البندر وتوافقوا على هذا المقترح بالإجماع مع التشديد في القرار على أن تكون هذه الأرض ملكاً خاصاً لبلدية المنطقة الجنوبية نقل مقاهي الشيشة إلى مكان واحد الكل يدري ومعظم الناس خاصة الأهالي بالأحياء السكنية يعانون ويشتكون من كثرة المقاهي المقاهي الشيشة والازدحمات السبب والتلوثات وتأثيرها على الأطفال وعلى قربها من المدارس من المساجد ودور العبادة وهذه الأمور فكان مقترح سابق من مجلس بلدي الجنوبية والوسطى سابقاً نفس الشيء نقل هذه المقاهي إلى منطقة وحدة وحصلنا على جميع الموافقات من الجهات الاهتمام بهذا المشروع وحالياً آخر شيء كان باقي تختطل عمراني وردوا علينا لأنه يجب تخصيص وتصنيف العقار لإنشاء المقاهي وتم اختيار منطقة البندر كل منطقة سياحية منطقة فيها يعني كل مقومات السياحة وعلى الساحل أنه يتم تخصيص أرض وطالب المجلس بمنح الترخيص للأنشطة ذات الطبيعة الخاصة على تشوارع غير التجارية ليتم السماح للرياض وحضانات الأطفال ومراكز التأهيل وذوي الاحتياجات الخاصة لممارسة أنشطتها داخل المناطق السكنية واستثنائهم من جدول التصنيفات تفق الأعضاء بالأغلبية على هذا التصنيف وهو باستثناء دور حضانات الأطفال في المناطق السكنية طبعاً بسبب كثرة ذي النوع من الأنشطة في المناطق السكنية الاري والاربي صار فيه نوع من الإزعاج في ذي المناطق لذلك هناك جدول للعمل بهذه الأنشطة في الوزارة الجدول مجمد حالياً ولكن إحنا كمجلس ارتعينا أن يكون فيه استثناء حق هذه النشاطات وأن يكون فيه خدمة كذلك أضفنا عليها استثناء النشاطات التي لها علاقة بذوي الاحتياجات الخاصة نظراً لما يحتاجون هذه الفئة من خدمة في الأحياء السكنية من جانب آخر أجمع أعضاء المجلس على تعديل المادة القانونية المتعلقة بالمسافة بين المقهى والمطعم وذلك بالسماح لمقاهي التبقى ومشتقاته بالحصول على التخيص في المناطق الخدمية وإلغاء شرط المسافة لإبعاد مصادر التلوث البيئي عن المناطق السكنية خولة لغرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين